النهاردة حصل حاجة مهمة جدا أنه هنقف أمام الحكومة المصرية متمثلة في رئيس الوزراء ومتمثلة في وزير التموين النهاردة كرب بتتكلم مع الناس عن الحالة الاقتصادية وأنا بحب ده جدا يعني أنا بحب أنه المسؤولين يطلعوا يكلموا الناس ويصرحوهم بالأوضاع إحنا وضعنا عملنا إيه يردوا على الأقويل يردوا على الحاجات اللي بتتقال على الوضع الاقتصادي بتدفع الفلوس اللي عليك ولا لأ ماشي كويس ولا لأ إيه المستقبل بالنسبة لك في شيء كمان أنا بحترمه جدا وبحبه وحاصل النهاردة رغم أنه خبر مش لطيف من خلال المؤتمر الصحفي لوزير التموين أنا بحبش فكرة المفاجآت والصدمات الكهربائية النهاردة وزير التموين بشكل واضح أعلن أن هناك سيكون رفع تدريجي للسلع التموينية اللي هي السلع اللي على بطاعة التموين أربع سلع خمس سلع حاجة في الحدود دي أنا بحب ده رغم أنه خبر مؤلم إنما ده بيبقى جيد ما ينفعش إن أنت تسيب الناس كده في السكة وبعدين فجأة إيه اللي الأسعار زادت وليه وإيه اللي حصل لا وزير التموين قال لك والله إحنا عندنا فجوة كبيرة بين اللي الناس بتشتري به واللي إحنا بنكلف به ساعات كتيرة يا جماعة الحكومة بتبقى زي أي تاجر موجود في السوق أنا الأسعار بالنسبة لي بتزيد عالميا الدولار عندي بيقدام الجنيه بيزيد الجنيه ضعيف أو بيقل قدام الدولار أنا مضطر في الفترة القادمة تدريجيا خلال أيام أرفع الأسعار علشان يبقى في إتاحها طبعا هذا الخبر ليس طريفا ولا لطيفا لكل الناس إنما الديندوف دي دي مهم جدا أنه أنت تواجه مهم جدا أنه أنت تقول للناس إيه الحكاية وإيه الموضوع وحتعمل إيه وحتعملوا إزاي بمصارحة ومكشفة لأن دي الحاجة الوحيدة لفايا السر